في النقطة بيقى دي تحديداً إيه الحاجات اللي أنا أتوقف عندها؟ بعيداً طبعاً بموضوع التكرار قلناً لو الموقف تكرر أكتر من مرة ما بين الزوبين هنا بيكون فيه وقفة وبيكون فيه كلام طيب لو الموقف حصل موقف عارض لكن هل في مواقف معينة ينفع نتغافل عنها أو مواقف لا؟ نعم ونعمل سؤال لأستاذ محمد وأنا أحيي حضرتك على السؤال دو إمتى أتغافل وإمتى يجب أن أنا أقف عند الحد دو أتغافل لما يكون الموقف اللي حصل ما يترتبش عليه مشكلة أو مفسدة في الحال أو في المقال يعني أنا دخلت لقيت الزوجة عذراً البيت مش نضيف الشقة مش ميروقها كويس دخلت لقيت الزوجة نوعاً ما صوتها عالي على ابنها دخلت لقيت سلوك مش مقبول لكن السلوك دوت يمكن تضاركه ومش هيترتب عليه مشكلة لا في دلوقتي ولا بعد كده الولد ممكن أوليها بعد كده لما الأمور تهدى ما تحعل دي الصوتك عليها عشان الولد نفسها يبقى كويس اتعامل مع الولد برفق عشان الولد يبقى أموره كويسة اللي أنا حبيبتي محتاج منك بدايق جداً لما تقول لايه البيت مش متروأ والبيت مش نضيفة بأخذ بالك من الجزئية دي إمتى بعد الموقف ما ينتهي عشان نهل المشكلة أيوة ده يحلل الإسلوب اللي بتقلبيه هو حضرتك إحنا بنقول إحنا كزوجين محتاجين نفهم يعني إيه حياة زوجية وطبيعة الحياة الزوجية دخول الندية في الحياة الزوجية أنا بقول لحضرتك فشل للحياة الزوجية في الحال أو في المقال ممكن تمشي شوي أنا ممكن تمشي سنة وتمشي اتنين وتمشي خمسة لكن حتما النهاية الحتمية اللي هي لابد منها في الآخر حي تسد ليه حي تسد ما هي الندية في إيه؟ الندية في العلاقة نفسها وفي التعامل فالزوجة شايفة نفسها لا أنت ما تقوليش أنا اللي أعمل وهو شايف نفسه لا أنت لازم تسمعي كلامي تمام اعمل لا مش عاملة اللي هي مش هتعملي عشان هو ما يقوليش عاملة تمام ما تعمل إيش طي ما نقولش ليه مفهوم المشاركة أصل المرأة دلوقتي أغلبها بقى عامل عندها وقت مقسم بين أسرة وبيت وشغل فكل ده فين من وعي الراجل صلى على سيدنا النبي أقول لي حضرتك على حاجة إحنا بنقول يا زوج أنت في حياة زوجية مشتركة بينك وبين زوجتك لازم تدرك معنى الحياة الزوجية ولازم تتعامل مع زوجتك باللي وصنا به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وتبقى حتى مش كده بس تبقى دارس لحالتها المزاجية وقدوتنا في كده سيدنا النبي طبعا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهو صلى الله عليه وسلم من هو يقول لزوجته والله إني لأعلم متى تكونين عني راضيها ومتى تكونين علي غبا أنت متخيلة النبي المجغول بأمة المجغول بتبليغ دعوة المجغول بإعداد المجغول بالدنيا كلها هو النبي اللي دارس لزوجته أنا عارف إمتى تبقى إزعلان مني وإمتى راضي علي فإن كنت علي غبا قلت لا ورب إبراهيم وإن كنت عني راضيها قلت لا ورب محمد ده كرفعاء دوت ده حاجة ده يعني إيه إن صح التعبير المثل الأعلى في إدراك الزوج اللي طبعا حيات زوجته تمام فقول لها أنا عارف إمتى تبقى إزعلان وإمتى تبقى إراضيها فإن كنت إزعلانة تقولي لا ورب إبراهيم وإن كنت عني راضيها قلت لا ورب محمد ترد الزوجة بقى الرد الجميل على الزوجها الرد اللي هو يعني مقابلة حب بحب ومقابلة عاطفة بعاطفة ومعاملة شيك بمعاملة شيك إن صح التعبير تقوله والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله أنت حبيبي أنت سيد وستيد الدنيا كلها لكن أنا لما أكون متضيقة إيه اللي يحصل أنا ما أعملش 111 أنا ماركنش ومطلعش بره الدنيا كلها وأسود الحياة كلها ما أم بكسرش الشقة لكن أنت في القلب موجود لك لما يحصل موقف عابر ما أهجرش إلا اسمك فبنقوله يا زوج أنت تكون مدرك لطبيعة حياة مراتك حياة زوجتك ومدرك لطبيعة الحياة الزوجية فلما يحدث منها خلل أنت قادر تتعايش معاه ونقول له يا زوجة تعاملي مع زوجك دوة على أنه باب لجنتك أو لنارك واللي علمناك أسيدنا النبي قال له أين أنت من زوجك إنما هو جنتك هو نارك فرق بين الندية يا أستاذة وبين لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في الندية أنا عملت ليه أعمل وأنت ما عملتش ليه ما تعملش فنعايش في الحياة الزوجية واحد زائد واحد يساوي اثنين أحيان كتير يا فضلت الشيخ بتتولد المشاكل من اختلاف الرأي في التعاون مع أبناء أكمل الجزء دي لحضرتك والأمور تتضح الحياة اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مبنها الحب فأنا بعمل ما بسألش المقابل بيعمل إيه أنا بقدل عليها وبشارك في أن الأسرة تنجح والأمور تستقر ومش منتظر الطرف التاني يعمل إيه فمش ماشي في الحياة الأسرية واحد زائد واحد يساوي اثنين ممكن زائد واحد زائد واحد في الحياة الأسرية يساوي مئة تمام؟ فمش ناصر في المقابل للطرف التاني ففرق بين الاتنين بين اللي بينقل حياة العمل في البيت عنده في الأسرة أنا قمت الساعة 9 وإنت قمت الساعة 12 أنا صحيت كذا أنا عملت كذا وإنت ما تمشيش الحياة الأسرية كده تمشي بالحب وتمشي بالمواد وتمشي بالرحمة وتمشي بالسكينة ولما المعنى دوة يكون متوفر عند الزوج وعند الزوجة يتحقق وجعل بينكم موادة ورحمة